قبل ما نبتدي نسمع الكلمات اللي هي مجموعة من الملاحظات احنا هنا بنتكلم على 57 دولة عربية وإسلامية بيمثلوا زي ما قلت لكم حوالي مليار ونصف المليار من المواطنين الكلمات تبينت الحضور كان تبين ما بين ملوك ورؤساء ووزراء خارجية الكلمات تبينت بين كلمات دقيقة ومنضبطة كل كلمات كانت قصيرة لكن كان فيه كلمات مثلا تتجه لأخص اليمين مطالبين مثلا بقطع العلاقات مثل إيران وسوريا وكان هناك كلمات عامة أيضا الكلمات جميعها زي ما قلت لكم كانت قصيرة لا تتعدى دقائق قليلة لأنه طبعا عدد الدول كان كبير جدا بينما كانت الكلمة الأطول هي كلمة الرئيس الإيراني رئيسي الذي أشاد فيها بحماس ودعا لتصنيف جيش الاحتلال باعتباره منظمة إرهابية وطالب بتسليح الشعب الفلسطيني ودعا الدول العربية والإسلامية لفرض عقوبات على جيش الاحتلال يعني هناك طبعا علامات استفاهم كثيرة حول هذا الأمر أيضا يعني عندنا تحفظات كانت في نهاية هذا البيان من تونس ومن العراق تونس تحفظت على كل ما جاء في البيان باستثناء ما يتعلق بالوقف الفوري للعدوان وفك الحصار تونس كما حدث في اجتماع وزراء الخارجية وخارجية الدول العربية تريد لغة أقوى تريد لغة أكثر تشددا في البيانات والعراق تحفظ على حل الدولتين لأنه يتنافع كما قال مع القانون العراقي أيضا العراق تحفظ على قتل المدنيين كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني والمستوطن الإسرائيلي وأيضا تحفظ على إقامة علاقات طبيعية معها أيضا تركيا وإيران مثلا دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبحث والكشف عن الأسلحة النووية التي تملكها إسرائيل والحقيقة ده كلام مهم لأنه لا يريد العالم لإيران أن تمتلك سلاح نووي وهذا منطقي ولكن كيف لإسرائيل أن تمتلك سلاح نووي بل وتهدد به أيضا المنطقة وتهدد به أهالي غزة فالحقيقة أن هذا أمر برضو مهم لكنه لم يكن موجودا في البيان الختام